وشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة تحت عنوان معلومات لا تعرفها عن عيد الميلاد كل عام العالم المسيحي الغربي الكاثوليكي والبرتستانتي يحتفل بما يسمى الكريسماس أو عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح ولكن في الحقيقة المسلمين لا يعرفون أصلا ما هو عيد الميلاد فالمسلم العادي يعتقد أن عيد الميلاد هو ميلاد عيسى عليه السلام وهذا غير صحيح نهائيا بداية عيد الميلاد هو عيد ميلاد الرب هو احتفال بمولد ربنا وليس بمولد عيسى عليه السلام في الديانة المسيحية لا يوجد شخص اسمه عيسى خالص فيه الرب يسوع اللي احنا كمسلمين بنسميه عيسى أو حتى لو كانوا المسيحيين القضاءة يسمونها عيسى لكن الرب عيسى أو جيسيوس انتبهوا يا سادة العيسى عليه والسلام في الإسلام هو إنسان رسول أرسله الله سبحانه وتعالى وأولد من غير أب لكن في المسيحية ما فيش رسول أبدا اسمه عيسى ولا في نبي اسم عيسى ولا في إنسان اسم عيسى إنما هناك أن الله سبحانه وتعالى نزل في صورة جنين في بطن السيدة مريم العذراء وولد في شكل بشر تجسد في صورة إنسان لذلك احتفال بعيد الميلاد هو احتفال بمولد ربنا هذا ضد القرآن الكريم وتكذيب تام للقرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد وبالتالي عيد الميلاد هنا بيقع ضد على طول العقيدة الإسلامية اللي هي مسألة جوهرية اللي هو ما هو الله سبحانه وتعالى طيب الدليل على ذلك إنه هو اسم عيد الميلاد من الذي وضع التقويم الميلادي الذي نسير عليه الآن أو الذي فرضته أوروبا وبريطانيا أو فرنسا وأمريكا علينا راهب اسمه دينيسيوس إكسيجوس راهب اسمه دينيسيوس إكسيجوس عام 525 ميلادية الغريب إن اسمه دينيسيوس نفسه هو أحد آلهة اللي كانت موجودة عند الرومان واليونان طيب العقيدة المسيحية تقول في هذا الشأن كي نكون نفهمين المسألة إن فيه الله سبحانه وتعالى وبعدين خلق سيدنا آدم وستنا حواء في الجنة ووفقا للديانة اليهودية والمسيحية معنا لتنين معتقد واحد في هذه الجزئية إنه السيدة حواء هي التي أغوت آدم عليه السلام هذا ضد القرآن الكريم القرآن الكريم بقول لا إنه الشيطان السيدة حواء ستنا حواء بريئة من ذلك إنما الشيطان هو الذي أغوى آدم وحواء معنا ولذلك هتجد بقى إنه في الحضارة الغربية إن المرأة هي لنزلتنا للأرض وهي سبب الخطيئة القبرى وهي سبب العذاب وسبب البلاء ويعني ستجد إن المرأة في الحضارة الغربية محملة بكل الذنوب إلى آخيره ولذلك إن سأفق رب طبعا لما تقرأ هذه القصة في الكتاب المقدس بتكره المسيحية أو تكره اليهودي لأنها بتحملها كل الكوارث والمصائب التي الشقاء الذي يتعرض له الإنسان فوفقا للمعتقد المسيحي إنه ربنا لما غضب على سيدنا آدم طرده من الجنة هو حواء ولما طرده من الجنة الحواء بقى هناك عذاب وما إلى ذلك فالله قرر أن يتجسد في صورة بشر وأنه أفسر الجنين في بطن السيدة مريم فهم مولد في صورة إنسان واللي هو نسميحنا في المسلمين عيسى وفي الغرب يقولوا الرب يسوع أو شيء من هذا القبيل وأنه بعد ذلك طلب اليهود صلبوه لأنه انتبه سيدنا عيسى عليه السلام فين مولود فين في فلسطين فلسطين في ذلك الوقت غالبية سكانها من اليهود فهو مولود لأسرة من اليهود من بني إسرائيل أصلا فالمهم لما ولد في هؤلاء القوم قاموا بعد ذلك وفقا للديانة المسيحية أنهم صلبوه وقتلوه من الذي قتله؟ اليهود كما يقول المسيحيون ودفع تفصيلات كثيرة جدا طيب وبعد ذلك دفن ولما دفن قام بعدها باربعين يوم من بين الأموات وده هنسميه هنحتاجه في التقويم الميلادي طبعا الإسلام بيقول لا أنه رفع ولم يقتل أصلا طيب المهم فالذي جارة جاء راهب عام 525 ميلادية وكان يريد أن يحسب عدد عياد الفصح عيد الفصح عند المسيحيين هو عيد قيامة قيامة الرب من الأموات لأنه وفقا للديانة المسيحية كما ذكرنا أنه الرب يسوع لما صلب وقتل مات ودفن ولما دفن قام بعد ذلك من بين الأموات وصعد إلى السماء وليا صادت المسيحي قلت له فلان طيب أنتم تقولون أن الله ثلاثة القاب اللي هو الله يعني بمفهوم نحن كمسلمين الابن اللي هو عيسى عليه السلام بمفهومنا كمسلمين طبعا والروح القدس ثلاثة آلها وبعدين القاب في السماء وروح القدس أنا مش عارفها فين لكن والابن موجود على الأرض اللي هو مفروض عيسى عليه السلام وقالين بتقولون أن إيه سمات وبعدين استيقض من بين الأموات وصعد إلى السماء فهل هو لا يزال في السماء ولا اتحدى مع الآب رجع ما هو الأب هنا نقسم اتنين الأب والابن وبعدين بقى خلاص الابن نزل وقضى دوره وطلع فهو فين قال لي ويجلس على يمين الرب حاجة زيك كده فقلت له طيب وهل لا يزال يجلس حتى الآن على يمين الرب وقال لي خلاص بقى ما فيش داعي رجع بقى فيه واحد تاني بقى أصبح الله واحد مرة ثانية فهو قال لي يعني لست متخصصا في هذه الأمور المهم فالراجل اللي هو الراهب اللي هو دينيسيوس هذا أراد أنه يقول بقى كم عدد أعياض الفصح منذ عهد عيسى عليه السلام فماذا يفعل أخذ يعد السنون يقول متى ولد المسيح وعمل حاجة عمل حزبة في الأخير وتوصل إلى حاجة اسمها هو عملها اسمها أني دومينو أني ديمونو يعني سنة ربنا وبقى واحد ميلادية يعني واحد من ميلاد ربنا اتنين ميلادية اتنين من ميلاد ربنا نحن الآن بنقول مثلا نحن في عام 2020 يبقى عام 2020 من ميلاد ربنا وليس من ميلاد المسيح ده المفهوم الخطأ اللي عند المسلمين ولياذ بالله ربنا سبحانه وتعالى لم يولد وكل والله ده الله صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يولد طيب هذا الراهب ماذا يفعل كي يضع هذه الحزبة نحن لا نعرف ولكن يا جماعة عشان نبقى فاهمين بقى هنا نأتي لسنة ميلاد عيسى عليه السلام في الديانة الإسلامية وميلاد الرب او الله ولا يده بالله في الديانة المسيحية الذي جرى انه في اوروبا او في ايطاليا يعني بقى تبارن الفاتيكان والكنيسة وهذا التقويم جاء من ايطاليا فالايطاليين كانوا يعدون السنين او يؤرخون وفقا للحوادث المهمة بالنسبة له فكانوا يضعون روما سنة روما روما تأسس سنة 753 قبل الميلاد 753 ايه قبل الميلاد فكانوا يقولوا حدث هكذا في سنة واحد بعد تأسيس روما سنة اثنين بعد تأسيس روما سنة خمسة بعد تأسيس روما وبعد ذلك وحيانا مثلا يقولون كانوا عملية التاريخ وفقا للحكام يعني ايه يعني مثلا مصر حكمها مين جمال عبد النصر فيقولون السنة الاولى من حكم جمال عبد النصر فولان ولد في السنة ثانية من حكم جمال عبد النصر فولان ولد في السنة العشرة من ايه حكم جمال عبد النصر حكم جمال عبد النصر 14 سنة في مصر وما عقب من انور السادات حكم كام 11 سنة ففي السنة الخامسة من حكم أنور السادات مبارك حكم كام 30 سنة فنقول مثلا صابر تخرج من الجامعة سنة 25 من حكم مين حسن مبارك طيب لما ولد المسيح عشان يبقى فهمين المسألة لم يهتم أحد في العالم بهذا الأمر خالص كيفا نفترض أنه ولد الآن طفل في صحراء في قبيلة في صحراء ناميبيا أو في إحدى غابات أفريقيا وكلم الناس وادعى أنه نبي أو قال إنه نبي هل أمريكا التي تحكم العالم الآن ستهتم بشأن هذا الصبي اللي موجود في مكان كذا كذا ولا في دمخه فلما في الامبراطورية الرومانية الضخمة اللي بتمتد من بريطانيا للعراق للشاب لمصر لإيطاليا للبلقاء للجزائر للمغرب لأسبانيا لم تهتم إطلاقا وممكن ما يعرفوش أصلا أنه فيه طفل ولده وأنه في القرية اللي هي في قرية موجودة في فلسطين بيتحدثون عن هذا يسأل أنه ومسألة بقى يهود ويهود تخانوا مع بعض واللي يهود آمنوا بسيدنا عيسى ويهود ما أمنوش فمسألة يعني ما تعني الدولة الرومانية في ذلك الوقت بشيء فظلت الدولة الرومانية غير مهتمة مين اللي كان مهتمة في المسألة؟ اليهود اللي هم وجدوا في فلسطين لماذا؟ لأنه ده جاي إيه ضده بقول له منتم علاقاتها فلذلك هم الذين حربوا ووقفوا ضده لكن الدولة الرومانية يعني كيوان لعف بعض احنا ماننا يعني والأمر يشبه كده لما رسول صلى الله عليه وسلم بعثها في مكة مكة قرية صغيرة وبعدين قبيلة القراشي في مكة حصل حرب بينها في غزب بادر في معقى الأوس والخزرك في المدينة المنوّر هل اهتمة الامبراطورية الرومانية؟ هل اهتمت الامبراطورية الفارسية؟ أبدا مسألة يعني مسألة يعني تكلم في ايه؟ هذا في احنا عاوزين بس نفهم كيف كان العالم ينظر للحدة أصلا ان فيه قبلتين ضربوا في بعض في السعودية حالة وتخلقوا مع بعض ولا أحد يهتم بهم أصلا أو في العراق يعني اه ما يضربوا بعد عمالنا يعني هلأ في البداية الحدث خطيء احنا بعد ذلك بقى بنقول ده كان أمرا خطيرا ولكننا لم ننتبه فالذي جاربا انه بعد ما سيدنا عيسى عليه السلام رفعه الله إليه بدأت المسيحية تنتشر 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 فبدأ بقى المسيحية الامبراطورية الرومانية ده الموضوع ده خطيرا اللي ايه؟ فأصبحوا يحاربون المسيحيين اللي هم مسلمين المسيحيين الأولي المسلمين على فكرة ايه المهم طبعا عشان يبقى فاهمين لا توجد دولة لا توجد دولة للمسيحيين وكان بعلهم اضطهاد وكلام من هذا القبيل فنتيجة لذلك ضاعت النسخة الأصلية من الإنجيل غير موجودة حتى الآن النسخة الموجودة من الإنجيل هذه اللي هي إنجيل يوحنا ولوقة وهكذا هذه نسخة مجهولة المصدر مجهولة الكاتب يعني ما حدش يعرف من كتب إنجيل لوقة هل كتبه لوقة بنفسه؟ أم؟ شخ أم لوقة أم له على شخص وغير معروف إن كان لوقة نفسه أصلا كتبه أم لا ولأنه لا يوجد فيه تحت توقيع لوقة والنسخة الأصلية أو النسخة الأصلية أو كذا غير موجودة خالص كل هذا فقد كل هذا فقد وبالتالي كان الكنيسة جاءت بعد ذلك بعد عوام عديدة قالوا الله هذا اسمه متعارف إن اسمه أنجيل لوقة وهذا متعارف إن مثلا إنجيل يوحنا وهذا متعارف إنه أنجيل متى وهكذا يعني لكن مش معروف خالص يعني يعتار مثلا صحيح البخاري عارفين كتبه البخاري وبيقول أنا أخذت هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول صلى الله عليه وسلم الكنيسة ليس عندها هذا هذه العنى عنا مش موجودة هي مفقودة عندها هي ما تعرفش وبتقول لك وإحنا ويادنا عندنا حاجة اسمها إنجيل لوقة لكن هل كتبها لوقة لا نعرف أين النسخة التي كتبها لوقة لا نعرف فقدت كل هذا فقد يعني طب لوقة أخذ من مين ولا مين أم لا عن مين ولا كلام من هذا القبيل المهم ليس هذا موضوع فالمقصود أنه لم يهتم أحد بقى بكتابة إنه في سنة كذا ولد المسيح والآن ولد كذا وفي سنة كذا حصل كذا لأنه لا توجد دولة تخيلوا إن المسلمين إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل على أيدي الكفار ولم يكن دولة ولا جيش ولا كذا وبعدين ظل الكفار يضطهدون المسلمين 300 سنة وعندما يجدون المصحف يشعلون النار فيه ويام زي ما كانش فيه كتابات ففقدة النسخ الأصلية وتخيل بقى يحصل إيه في الدولة الإسلامية طوال 300 سنة لأن الدولة الرومانية اللي هي الدولة البيزنطية الرومانية في الغرب والبيزنطية قسمت بعد ذلك لكن مش ده موضوعنا يعني الدولة البيزنطية اللي هي الرومانية في ذلك هالوقت برضو ما كانش يقسمت أنا آسف الدولة البيزنطية اللي هو الوبراطور قسطنطين في القسطنطينة اللي هو أسل قسطنطينية اللي اسمها اسطنبول اليوم ده أول واحد اعترف بالمسيحية واعتنق الديان المسيحية بعد كم سنة أكثر من 300 سنة من ميلادي المسيح فأنت 300 سنة دول يوجد لا تاريخ مكتوب ولا حاجة كلها مشافهات والمسيحية في هذا الحالة والنشاط المسيحي نشاط سري تحت الأرض ليس له وطائق وبيتقل وبيتحرف وده اللي حصل والمسيحين حصل بينهم خناءات وتحريفات يعني فيلم الصراع كبير جدا إنه فيه فرقة قالوا إنه المسيح إنسان عبد الله ورسوله وهؤلاء جرقت لهم وإبادتهم بعد ذلك وفيه قالوا لا هو ابن الله فقط وفيه ناس قالوا لا هما هو الله والمهم ده صراع طويل في الآخر الدولة البيزنطية لما اعتنقت المسيحية ما الذي جرى الدولة البيزنطية قبل ذلك تؤمن بإيه بديانات وثنية تقوم على أساس أن الإله يحل في الأشخاص الإله بينزل أو يحل في يعني يبقى الامبراطور نفسه والإله مش في قصة سيدنا موسى وفرعون فرعون قال لسيدنا موسى أنا ربكم الأعلى وكان المصريين عندهم الكلام ده ليه عقد تجسد موجودة حتى الآن في الهند إنه روح الإله بتنزل في مثلا في كلب أو في قطة أو في إنسان أو كده ولذلك تجدون في اليونان والرومان في تماثيل موجودة حتى اليوم لك هذا الإله أبوله إله أبوله ده تجدوا هم رسمينه تمثال إنسان كده يعني فبالتالي لما الدولة البزنطية أخذت الديانة المسيحية عملت فيها إيه؟ عملت فيها عملية توثين فخلوا عيسى بعدما كان بشر بأي إله أو الإله نزل حلة في روحه وولد وهكذا وبعدين كان عندهم تعادل آله فيه الإله آلف والإله باء وده إله الشمس وده إله القمر وهذا إله الماء وإله الخصوبة وإله كذا فأصبح في المسيحية أيضا ثلاثة آلهة وفيه طبعا أصلا تعادل آلهة أو مسألة التهيس في الوسانية في اليونانية وعند المصرين القدماء المهمة كل هذه المسألة بدأت إيه؟ تؤخذ المهم هو لم يهتم أحد لا بالسنة التي يولد بها المسيح ولا أي شيء خالص لحد ما وصلنا الخمسمية خمسة وعشرين ميلادية والراهب دينيسيوس هذا اللي موجود في إيطاليا قرر إنه هو عاوز يعرف عدد أعياض الفصحة فماذا يفعل دينيسيوس؟ إيه هو لم يترك لنا الطريقة إنما قال أنا عملت حسابات عمل حسابات إحنا بنتصور يعني إن دينيسيوس قاعد يحسب سنوات الحكام بتعرومه يعني إزاي؟ مثلا أغسطس حكم مثلا أفضل عشرين سنة يبدأ عشرين سنة السنة واحد من أغسطس سين من أغسطس ثلاثة من أغسطس سربعة من أغسطس حكم أغسطس مثلا يوليوس حكم مثلا 30 سنة فيقعد يجمع يبقى يقولكçons متى ولد المسيح ولد في مثلا في حكم الامبراطور فلان وفي كام امبراطور من وقتقين هذا فعهد ميلادي المسيح مثلا 30 امبراطور 40 امبراطور فيعد يجمع هؤلاء هذه السنوات لما وصل لرقم ان احنا نحن الآن هو يعني في عاده احنا في سنة 25 ميلادية المشكلة بقى هو لم يترك أصلا هو حسابها ازاي انه فيه مدد ساقطة وفيه تضارف في عدد سنوات الحكام يعني واحد يقول لها حسن مبارك حكم 30 سنة واحد يقول لها حكم 5 سنة ففيه خلاف لماذا لانه ده كله كان شافهي يعني الاحداث كانت تؤرخ معدها ممكن بفترات طويلة وكلام وما فيش طبعا الكتب والالتباعة والنشر والوطايا وكلام ده كانش موجود وفيه سنوات كان فيه حروب اهلية في الامبراطورة الرومانية فانت تبهى باسم مين فبالتالي هي المسألة كلها تحديد ميلاده انه ولد سنة واحد ميلادية مسألة زنية او تخمينية اية ذلك انه فيه الكتاب في الانجيل انه عيسى عليه السلام ولده في عهد الملك هيريدوس وهم برضو وفقا لحسابات ان هيريدوس هذا توفى اربعة قبل الميلاد توفى اربعة قبل الايه الميلاد معناها ان المسيح مثلا ولده سنة تلاتين قبل الميلاد او خمسة عشرين قبل الميلاد وليس الايه ما هو الراجل دينيسيوس ده اللي هو الراجل اللي حط هذا التاريخ هو قال احنا هنضع نقطة ثابتة لانه قبلها قبلها خمسة خمسة عشرين ميلادية لا يوجد نقطة ثابتة النقطة ثابتة ممكن تبدأ من تاريخ حكم الانقلاف في مصر السيسي مسلا او من حكم حسن البعارك او من حكم الملك سلمان في السعودية وهكذا فانت عندك نقطة ثابتة كثيرة وبينهم نقطة ايها فهو قال انا هاخد حدث مولد المسيح نقطة ثابتة وهو مش قال مولد المسيح للامانة هو قال سنتجسد ربنا يعني ان الاله تجسده كما ذكرنا مسألة الحلول ان الاله تجسده ولم يقل ولي دا فهو قال ان هيب الوقت دا هنسميه السنة الاولى وفقا للحساب وحسب كده هو بقى مع نفسه فقال يبقى احنا الان في سنة خمسة خمسة عشرين ميلادية فسنة خمسة عشرين ميلادية قال نحن الان السنة اللي احنا فيها نسميها خمسة عشرين ميلادية ونبدأ بقى خمسة ستة عشرين من تجسد ربنا خمسة سبعة عشرين من تجسد ربنا وهي كان وظل هذا تقويم محدود داخل الكنيسة يعني فيش حد بيحتفل بيها لحاجة حتى جاءت الامبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي أسسها شارليمان شارليمان هذا هو المؤسس فرنسا وألمانيا الموجودتين الآن ضريحه موجود في ألمانيا الآن في مدينة آخر فهو اللي عمل ايه هو اللي عمم التقويم ده والأمور بالمنظر اللي احنا طبعا بدأت ينتشر تدريجيا 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 طيب الاحتفال دي مسألة سنة ميلادي المسيح اللي هي مش معروفة وعلميا ما فيش حد بقول المسيح ولد واحد ميلادي طبعا الراهب دينيسيوس هو حط ان المسيح ولد واحد ميلادي ما فيه صفر مفروض صفر يعني مفروض واحد يناير سنة صفر وبعد كده بقى المسيح ولد واحد يناير واحد ميلادي وما فيش صفر هو بدأ واحد يناير واحد ميلادي تمام طيب بعد ذلك يوم تحديد ميلادي المسيح يوم تحديد ميلاد المسيح في الغرب 25 ديسمبر في الكاثوليك والبرتساند طيب وفي الشرق الأرثيزيكس يوم 7 يناير هو لا في هذا ولا ذاك في القرآن الكريم في القرآن الكريم ربنا بقول لسيدة مريم إيه وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية يبقى إذن كان البلح طاب وخلاص لما تهزي جزع النخلة يعني دي معجزة طبعا يعني المقصود في وقت تساقط الرطب أو البلح اللي هو طب البلح متى ينضج يا جماعة في شهر 7 في الصيف 7 أو 8 وليس في يناير أبدا طيب في الإنجلي نفسه آيات عادية تحدث أنه الرعاة كانوا يرعون في فلسطين ليلا طبعا درجة الحرارة في فلسطيني الآن ممكن تكون ليلا خمسة فوق الصفر مثلا فما فيش رعاة أصلا في هذا الوقت في الجبل في خمسة بحيوانات وبتموت وتنفق فلابد أن يكون الرعي هذا إما في وقت الربيع أو في وقت الصيف يعني ما فيش رعي أصلا في الشتاء في شهر ديسمبر ولا يناير فمن أين جاء بقى فكرة 25 ديسمبر هذا عيد ميلاد الإله الوثني مثرع هذا اسمه إله الشمس وكل الصور والرسومات اللي احنا بنشوفها في الكنائس اللي هي على أنها المسيح هذه أصلا تقص الإله مصرع وأنا سأترك في نهاية الفيديو في الموطائق الذي جاء رأي يا جماعة كما ذكرنا أن المسيحية لحين الاعتراف بها ومتدوينها كل هذا بدأ في وقت متأخر جدا فطبعا داخلها العديد من العقائد الوثنية والأباطرة بقى جاء امبراطور مسيحي وبعدين امبراطور وثني امبراطور مسيحي وامبراطور وثني وحصل حروب بل النجارة النجارة للمسيحيين استولوا على المعابد الوثنية بتاع الإله مصرع يعني فيه كنائس كثيرة مقامة أصلا هي نفس المعبد الوثني حولوه كنيسة برسوماته بكل حاجة ولما هدف مبينوها مرة أخرى ومنها كنيسة نوتردام في فرنسا اللي هي اللي 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 دي والبرجة بتاعها هذه أصلا معبد روماني وثني وحولوه إلى كنيسة وبعدين لما هدمت راجعوا بنوها بالمنظر الموجود حتى الآن فبالتالي هو 25 ديسمبر هو عيد ميلاد إله الشمس في الديانات الوثنية الرومانية مثرها ووجدوا بالفعل أثار لذلك يعني فيه أثار لذلك ودي مسألة علمية في أوروبا لكن احنا طبعا للأسف القناة العربية لا تقول شيئا في مجال العلم يعني والآن تعالوا شاهد أثار معبد روماني قديم لنكتشف أن كل ما يقولون عنه صور وإيقونات المسيح نكتشف أنها تخص الإله ميثرا وإنكتشف أن تخص الإله أثار معبد روماني قديم وإنكتشف أن تخص الإله أثار معبد روماني قديم 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 حيث أفضل مهمة أفضل مجدداً حيث يحدث في مجدداً سان ستيفانو روتوندو هو واحدة من المجددينة كريستيانية في روم وهو مجدداً على مجدد من هذا ميثراس أرجو أن تدخلوا على اليوتيوب وتكتبوه تبحثون هكذا كتب عن تاريخ أوروبا كتب أوروبا في العصر الوسيط أوروبا في العصر النهضة اليونان لأن كثير مما نقوم به اليوم نحن أخذناه عن بما في ذلك الملابس التي نلبس وخاصة ملابس النساء هذه ملابس رومانية يونانية وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته